أعلنت وزارة الصحة في جمهورية القنغو تسجيل أكثر من 150 إصابة محتملة بفيروس جدري القردة منذ بداية العام ويأتي ذلك وسط مخاوف من تفشي المرض في دول أخرى منها بوروندي وكذلك بعد أن أعلنته منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ عالمية يوماً تلوى الآخر تزداد المخاوف وتعلو التحذيرات بشأن فيروس جدري القردة في ذل انتشاره في عدة دول مخلفاً إصابة مؤكدة بعد أن أدى الانتشار سريع للفيروس في إفريقيا إلى الآلان عنه كحالة طوارئ عالمية وزارة صحف الكنغو براسفيل أعلنت أنه منذ بداية العام سجلت أكثر من 150 إصابة محتملة بالفيروس أشارت الوزراء إلى أن الوباء طال خمس مقاطعات من عصل خمس عشرة في البلاد خصوصاً في منطقتين شمال البلاد يأتي ذلك في وقت تبدل سلطاته في بروندي جهود الاحتواء تفشي جدري القردة بالإسراء في عزل المصابين ومعالجتهم ومع تزايد الإصابات في شرق إفريقيا أكد بروندي إصابة أكثر من 170 شخصاً فيما رصد كينيا ثاني إصابة على أراضيها في وقت تتفاقم المخاوف العالمية حيال جدري القردة أعلنت منظمة الصحة العالمية في يوليو الماضي أن هذا المرض طريقة صحية عامة تسبب قلقاً دولياً على خلفية انتشار أمبوكس الذي ظهر للمرأة الأولى في أوسط البشر قرابة العام 1970 في جمهورية الكنوة الديمقراطية وعلى مدعقود اقتصر انتشار المرض على مجموعة صغيرة من البلدان الإفريقية وبلغ معادل الوفيات الناجمان 11% من المصابين وازدادت هذه الضبابية في العام 2022 عندما انتشر في أجزاء أخرى من العالم خصوصاً في البلدان الغربية